بسم الله يا جامعة احنا النهاردة ان شاء الله يا شباب هنبدأ كونسبت فور بوينت تو بعنوان تشينجينج للاند سكيل يعني تغيير سطح الارض تغيير معالم الارض ان احنا جماعة لو نتفتكر مع بعض اخدنا في الكونسبت اللي فات ان انا عندي تلات خطوات حد نفاكرهم ها دابليو يبقى ودي النهاردة اعرف ان اللي بيغير يا جماعة اساسا هما الاتنين الاوانيين الدابلي والاي الدابلي والاي الدابلي اللي هو والاي اللي هو يعني تعالى كده نفتكر مع بعض كده براحة مين شاطر يرفع ايدي كده ويفكرني الصورة دي صورة ايه رؤية شامل كانيون تمام هو الكانيون ده رؤية هل بيتم فيير ولا مليونز وفيرز مليونز وفيرز بيحتاجة جماعة ملايين السنين عشان يتكون طب بيتكون بسبب ايه من شاطر جماعة بسبب الفلوينج اوف ايه تفضل يا يوسف اهاب ووتر ان بسبب مرور المية وتأثيرها على الرك بتحصل لها الاول تكسير بعد كده المية تسحب اللي هي الركس الصغيرة للكسرت تنقلها بعيد فتبدأ يتعامل ممر للمية اللي احنا جماعة اخدنا الرسمتين دولار قبل كده يبقى تاني المنظر اللي قدامنا ده عبارة عن كانيون وبيحتاج لو تفتكر الخطوات اللي احنا اخدناهم قبل كده اللي هما دابليو اي ها دي عشان يكون لنا الكانيون صح صح معانا الكانيون جماعة زي ما قالت الاستاذة رؤية بيحتاج لي ها مليونز وفيرز صح صح كده بالله عليك بص بقى في الاكتيبيتي نمبر تو من شطر يرفع ايديه لما كوب مية كده على رملة شكلها هيتغير محمود true the sand particles that remain in their position when the footer flow over them يا دعماد يعني الرملة هتفضل في مكانها لو المية جات اتحركت فوقيها false false اهو ده ملخص يا شباب البارت دلوقتي ان انا لو جيت قلتلك براحة كده when the water moves over the sand it pushes the sand away of each other يعني ايه يا جماعة يعني ادي السان ده ايه لما المية اللي بلون الازرق هتنزل عليها هتعمل ايه هتخلي الساند تعمل كده صح هتعمل ممر في النص ان يا شباب المية لما هتنزل هتعمل بوش للساند في الجنبين دولت فتعمل لي ممر في النص الممر ده اللي انا هسميه كمان شوية اسمه ايه كانيون اسمه ايه وعلى كل شكل يدينا كانيون مستر مش فاهم يعني ايه يعني حضرتك الووتر لما هتنزل over the sand it make impression يعني ايه منحنة منخفض كده اللي احنا لسه مسميينه كانيون يبقى كده جماعة الكانيون ده بيتكون بتأثير ايه الاروجان of water يعني ايه ايه نقش حنقل الرملة عن طريق المية حاجة صعبة جماعة حاجة صعبة مين شطور يفكرني هي الساند دي واحدة من ايه جماعة حد فاكر كان اسمهم ايه عبدالله اللي احنا لو غيرنا اماكنها او حركناها يبقى بالاروجان يبقى بيتكون الكانيون بص حضرتك معايا على البورد لو سمحت الحاجة الوحيدة الجديدة علينا يا جماعة هي عبارة عن ايه قالك الكانيون بتختلف في الكلر والتيكتشر والشيب افتكر الثلاث كلمات دولت color يعني ايه لون تيكتشر يعني ملمس shape يعني شكل color تيكتشر shape احنا بنختصروها ب cts كده بيختلفوا في ايه جماعة cts color تيكتشر shape color تيكتشر shape تعالى كده نشوف اختلافات جماعة الكانيون في الكلر زي ايه ان فيه كانيون موجود في منطقة عمان دي منطقة عربية جماعة جنبنا في منطقة وادي نخر ده لونه brown لونه غامق مش حلو تشوفوا كده جماعة تحس ان هو شبه الطينة بالزبط اللي هو الكانيون الاولاني افتكروا كده اسمه وادي ايه نخر اسمه وادي ايه نخر اما في وادي في واحد تاني كانيون تاني فيه تايلاند ده لونه reddish color حد يعرف reddish يعني ايه محمر شوية يعني اصفر محمر يبقى تاني تاني الكانيون شبه بعض او المختلفين مختلفين في تلات حروف اسمهم ايه cts color تيكتشر shape برافو عليكم مختلفين في الكلر جماعة زي ايه وادي نخر لونه براون small canyon in Thailand لونه reddish تعالا كده نشوف كانيون في مصر واخد shape حرف الفي تعرفوا حرف الفي اللي هو شبه رقم كاما جماعة بالعربي سبعة سيفن بص كده حضرتك اسمه وادي ريم وادي ايه جماعة ريم في جوردن ده بياخد حرف الفي اهو وفي كانيون في سايناي اللي اسمه color دي كانيون واخد حرف الفي يبقى ينفع يبقى ليه حروف لما يلوش حروف جماعة ليه اشكال يبقى احنا تاني الكانيون ليها اشكال مختلفة ايه هي الاشكال صح صح معايا ها مختلفة في cts color تيكيتشار shape color تيكيتشار shape الكلر ودي اخر حد فاكر كان لونه ايه اللي في عمان رؤية brown طيب تايلاند السمول كانيون في تايلاند كان لونه ايه مازن reddish اما الاتنين حسب shape سواء ودي ريم في جوردن او colored canyon في سيناي لهم حرف الايه جماعة الفي يلا بينا جماعة canyons are formed due to long term erosion يعني الكانيون بتحتاج لي erosion بس على فترة طويلة حمد رمضان true all canyons have the same shape كل الكانيون شبه بعض Adam false false ودي نخر في عمان عنده فيه shape تفضل false احنا كنا واغدين ودي نخر ده جماعة اللي هو مرتبط بالايه باللون حد فاكر لونه مش فاكر انا لونه ايه يا ريناد brown صح صح كنا معانا هنبص على الصورة اللي قدام حضرتك يا شباب دي اخر حاجة ايه هي مية ان انا لو جبت مية تخيل كده انت جايب ارض ده ايه حتة ارض فكر معايا وفتحت حنافية طول الوقت حنافية دي عمالة تمشي مية في ممر كده في النص من شاطر يفكر المية دي وهي ماشية هتعمل ايه في المكان اللي هي ماشية فيه هل هتفضل طول الوقت المكان زي ما هو ولا حيحصل له ايه فكر الكلام ده احنا لسه وغدينه من شوية فضل يا علي كانيون برافو المية دي جماعة هتعمل كأن فيه ممر كده حتى لو المية مش موجودة هيبقى باين قوي يعني لو بصيت على الصورة ايه رأيك يا شباب المكان اللي بتمشي فيه المية اقل لو انهاي ولا مور انهاي يعني اقل في العلوة ولا اعلى ها اقل لو بصيت للممر اللي في النص هتلاقي كده كأن المكان ده نازل لتحت صح عامل سلوب داون اهو مين شاطر يقوللي لان مين اللي بتمشي هنا في النص وكلت المكان ده الووتر يبقى الووتر لما تمشي على ممكن تعمل كانيون حتى لو صغية فاهمين قصد ايه المية لو ماشت على ارض مستوية ممكن تعمل سمول كانيون سمول ايه كانيون فيبركز بق الجزور بتاعة النباتات دي لو انا حفرت هلاقيها نازلة رايحة داحت ايه جماعة الووتر مين شاطر يقوللي للروت موف داون تفكر للروت بتاع البلانت بينزل لتاحته تفضلي طو جيت زا ووتر يبقى شو اسمول كانيون ازا بجينينج اوف اتس فورميشن باي زا افكت اوف ستريم بسبب الستريم بتاعة الووتر اللي هو التري والبلانت ار جوينج او بو سايد اوف كانيون عشان هي بتحتاج للووتر السايد اوف اتس جنتلي سلوب دي قولنا سلوب يعني مميل طب ليه؟ لان الووتر عملت ايرودينج ويدرينج كسرت اهه؟ ايرودينج جاي من ايروجين نقلت المكونات اللي كانت هنا في النص بدأت تنحط ممر ليها يبقى كاي جماعة لو الووتر نزلت على مكان فلات قولنا ممكن تعملك سمول ايه؟ كانيون يبقى السمول كانيون شو؟ اباف اللي احنا شفنا دلوقتي ممكن يبقى ديبر لو المية بقت اقوى يعني مين شطور يفكر؟ لو انا جبت حنفيتين اهو بنعيد تاني اهو واحدة بتنزل مية كده واحدة بتنزل مية كده مين شاطر يرفع دي ويقول لي which will make more deep canyon مين اللي هتعمل كانيون اعمق؟ رحال number two because it has more water لانها عندها مية اكتر حاجة صعبة شباب افتح معايا المتزمة كده ده ده listen a one اللي بينتهي بحاجات اخدناها في ال concept اللي فات قالك الكانيون بيبقى جنبيه بص على البورد حاجات انت واختها مين شاطر يقول لي mountain يعني جبل ماهنا لما يبقى عندي رملة خد بالك رملة والمية دخلت في النص وحفرت المكان اللي في النص مين شاطر يقول لي ها حيبقى عندي مكان مرتفع ومكان منخفض صح؟ المكان المرتفع هقول عليه ايه زي ما بنقوله هو mountain بتأثير الووتر ممكن تعمل dunes مين شاطر يفتكر دونز اخدناها موجودة فين وفين؟ كان في دونز صغيرة موجودة فين؟ ودونز كبيرة موجودة فين؟ دونز صغيرة عبد الرحمن؟ في البيتش برافو والدونز الكبيرة؟ الديزرت تمام؟ valley يعني؟ لا وادي وادي مين يحل معانا؟ الكانيون بيتكون بسبب تأثير تأثير مين؟ هيا؟ water يا دعماد؟ side of not side of not بيبقى urgently ها الممر اللي في النص ده اسمه ايه؟ كانيون 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 بيبقى من الناحيتين افتح كده لو سمحت يا شباب الملزمة على على page cam 100 دلوقتي يا حبيبي بعد الحصة اطول ما هو احنا حالينا كل ده صح؟ اه اركز كده شباب changing landscape activity number one حضرتك هتاخد منها ماش حاجة كانيون بس وخلاص اللي هو as you learned canyon are showing هي كلمة كانيون بس في activity الاوانية اه كلها اقراية activity التانية الجزء الاواني ده حالناه اهو من اول when the weight water اه لحد sediments ده اقراية قديم لكن الحفظ شايف كلمة كانيون الاخيرة دي اللي هو different في ثلاث حاجات حتى فاكرهم ايه وايه وايه color texture shape ويا ريت تنزل بالكلمات عندنا اول حاجة ودي نخر brown we small Thailand canyon لونه British ال v shape موجود في Sinai ودي رم اه تجربة تجربة الاخيرة تقرى الجزء الاولاني بس from the previous لازم تبقى مذكره كويس قوي ذكره كويس قوي لحد تحت الحاجات اللي بتتكون اللي هي مين ومين ومين مونتن ودونز وفالي طبعا ال important words save هنحل كده شباب ال exercise اللي على باية erosion and deposition غلط weathering and erosion ما فيش deposition النهاردة يلا يا أستاذة ريناد a canyon may be formed by the effect of water and wind الويند ساعات بتشارك فضال يا أستاذة جودي الكانيون may take millions لو rain fall over small canyon for several times per year ها إلا حيحصل it's the depths العمق بتاعه حيزيد يلا يا سيلا وادي نخرف عمان ها تكون بسبب ان الووتر زقت ايه mountain المية بتزق الكبال sediments الكانيون اللي عندها V-shaped يلا يا لوجاين c small canyon and the colored canyon colored canyon colored canyon ودي رم وودي نخرف وودي نخرف small canyon هما اللي عندهم ألوان لكن colored canyon ووادي رم دول اللي موجودين واحد في ايه في سيناي والتاني موجود في جوردن يلا نمبر الصح والغلط يلا يا ليندا the shape of rock will be rounded and warm due to the effect of the position يعني هتبقى مدوارة لو انا جبت عليها مية false a canyon a canyon may be formed due to the effect of wind withering and the erosion هو طبعا رقم واحد ما فيش wind المفروض بتتبقى ايه water يبقى false ودي رم in a in jordan is a done الوادي رم canyon يبقى دون when water is moving over the sand محمود it leaves an impression on it هتعمل حفرة في النص صح ال canyon يلا يوسف is formed due to the effect of water stream in over flat land لو المية مشت فوق فلات هتعمل canyon true معايز اقعد علي الجماعة لو سمحتوا يلا يا معايز a canyon take one year false عبدالرحمن هندي عبدالرحمن هندي افضل يا عبدالرحمن يلا شكل من الاشكال الارض بيتكون بسبب الويدرينج بتاع الويند والووتر عمانين نعيد في كلمة واحدة من اول الايه ال concept اسمها canyon canyon the two process اللي محتاجين هم عشان اعمل ال canyon يا سما هما كانوا ثلاثة شلنا الاخيرة كنوا ثلاثة ثلاثة حروف اخدناهم الحصة اللي فاتت يا ماما ثلاثة حروف اخدناهم الحصة اللي قبل اللي فاتت دابليو ايو اللي هي ويدرينج ويروجين ما فيش دي بوزيشن يلا يرؤي يا شامل يلا يرؤي يا حلي when the rains fall on flat sandy land it will leave an impression 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 اللي هو الممر اللي هو الكانيون يعني ودي نخر انعمان ها is an example of زياد ودي نخر ده يعتبر نوع من انواع canyons يلا يا كمال canyon is formed by the effect of stream of canyons we got what water yallah يلا يوز ياهاب the position of batches and after heavy rain is an example of يعني المطر نزل. بعد كده لقيت حبة راملة تجمعه فوق مية كده. بص بص بص. حبة مية على الارض. مدام حبة مية نزلت على الارض كده. يبقى دي اسمها ايه? اهو. سايد اوف كانيون حيبقى جماعة ايه? اسئلة جماعة سهلة. بتنزل يا جماعة على التحت. مثل. مستر ما في الشاشة. ها? يلا يا محمد رمضان. ات مايت بي يوسفل. سو ريكو جنيز. ساين اوف ويزرينج. اندي دي بوزيشن. ليه من المفضل ان انا اشوف او اتعرف على تأسير الوزرينج والاوريجن والدي بوزيشن. من شاطر جماعة يقول لي التايتل بتاع الكونسيبت. استردام الوزرينج والاوريجن 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 والاوريجن. أصدر بي. شكل البيئة. يلا يا أستاذ آدم. فلات لاند نزلت عليها ووتر. فاكر الووتر لما تنزل على اللاند تعمل ايه? اتويل فورم ايه? بس هنا سمول ولا لارج? منها فلات. حتة واحدة. برافو. سمول كانيون. يا حبيبي ده اخر حاجة عبد الرحمن. في سؤال وراه? في سؤال كده وراه? اه تمام. يلا يا عبد الرحمن يا اسكندراني اتعرض لمرور المية. يعني الريفر غير الطريق بتاعه وراح جاي على البيت بتاعك. اللي هيحصل البيت بتاعك لما الريفر ييجي عليه? ايه هيحصل له ايه? الهاوز. بيكس داون. باي افكت. افريفر. 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 الترانسفير تواناظر بوزيشن. هيتحرك مكانه. عبد الرحمن هندي. ترانسفير تواناظر بليس. يلا يا عبد الرحمن عندنا ثلاث صور. وانا هتبقى اوزي. طب استنى جيبها بس. مش مو عسأل حي غيرك الماوس. تاكي باي الله. تاكي باي الله. تاكي باي الله. انا يا مستر. لا 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 لا. يلا جماعة. اختاري تلات سينات. اول واحدة هتبقى. وزرينج. وزرينج تمام. اول واحدة جماعة وزرينج. مستر ريفا عجابك. فضالي. فضالي يا سين. تانية واحدة. دي مستر ممكن اجابه مستر. باب اخر واحدة. يبقى دابليو دي اي. مستر نفس الترتيب بتاعنا. بص يا جماعة لسن تو. بص يا شباب لو سمحت. لسن تو يا شباب بنتكلم فيه مستمرين مع الكانيون. بس سألك ايه. ان بيحصل لاند اسكيبز ان يور انفيرومنت يعني حاجات في بقتك زي بالزبط الطلت خطوات اللي احنا اخدناهم اللي هما ويدرينج ايروجن دي بوزيشن. يعني مثلا الشخص اللي واقف ده جسمه هيبدأ يتأثر بمين يا جماعة؟ بالووتر صح؟ هي نزول المية دي مينش هتطور يقولي دي اهنو خطوة ارفع اديك. المية لما تنزل على الارض اللي انت عايش عليها. تفضلي يا جودي. ها؟ دي بوزيشن غلط. تفضلي يا مريم. ويدرينج. تركز كده. فقالك يا جماعة ممكن نوصف البيكتشيرز اللي جايين دولت. مينش هتطور؟ المطر لما نزل عمل ايه للرك؟ كسرها. يبقى دي ايه دي؟ دي ايه دي؟ ويدرينج. لما بعد مشيتها خلص بدأت تتجمع جماعة كده رملة في الارض. يبقى ده اسمه ايه؟ لا الرملة اللي في الجنب دي دي بوزيشن. الميا اللي ماشية في النص دي؟ إيروجن. الشكل كله شبه ايه؟ كانيون. كانيون بس على الارض بقى. كانيون صغيور. فاكرين لما قلنا ما نقدرش نجيب روك فجيبنا بسكويت؟ او ده نفس الكلام. قالك بص في البيئة اللي حواليك. هتلاقي ان انت لو جمعت شوية رملة كده على ملعب اغدر مدام تجمعه نزله تحتي بقى ده اسمه دي بو ايه؟ دي بوزيشن. فبص كده امثلة من البيئة. فقالك لو بصيت حواليك في الايه في المدرسة في السكول بتاعتك. ممكن تلاقي ان ممكن لارج روك. على يوسف كده. عشوية. عشان ما زين يركز بس. فممكن تلاقي جماعة الويزرينج بروسس بتحصل في السكول ازاي؟ ان ممكن سخور يا علي في الملعب اتكسرت لحطة صغيرة بسبب الايه؟ الرين. فاهمين يا شباب؟ او ده ويزرينج. ده قصده في الطبيعة ايه؟ الويزرينج الحقيقي. يبقى انت بتاخد حاجة في الايه؟ عندك في المدرسة او في البيت او في الشارع وقصدها حاجة في الطبيعة. يعني مثلا مين شاطر يقول لي? لما تلاقي حبة مية كده ماشيين في الارض. على الارض وانت ماشي. وقت الشتاء. ده مثال لفكرة الايه شباب؟ ايه اللي قصدها في الطبيعة؟ مية ماشية بسبب الكانيون. فاهمين؟ فاهمين يا جماعة؟ يعني هو جايب لك حاجة صغيرة قصد حاجة ايه؟ كبيرة. قص كده. لو انت ماشي في الملعب بتاعك في المدرسة. لقيت حبة راملة. ساند باتش. فوق النجيلة. هو المفروض ان يجي لها يبقى عليها راملة؟ طبعا لا. يبقى كده في مية جابت راملة من الملعب الرمل وجابته هنا. طب يا مستر الحبروك مثلا فيها ملعب بلاط وملعب رمل. تعال كده افكر. مش انت بتلاقي العاملات الصبح بيكنسوا ملعب البلاط. المفروض عشان يشيلوا الراملة اللي جاية منين؟ من ملعب الرمل. طب هو ملعب الرمل جاب الرمل هنا ازاي؟ هل صحب الليل وماشى كده شوية ورحت شوية رمل وراجع؟ طبعا لا. ده الويند هي اللي نقلته. يبقى كده جماعة دي فكرة بس بشكل اكبر في الطبيعة واصغر عندنا. يبقى تاني. تاني. ما هي تنقلت خلاص. والرمل ثبت في مكانه. يبقى دي بوزيشن. يبقى الويزرينج. تكسير الروك اللي في الملعب. الووتر اللي ماشي على الارض والدنيا بتشتي. يبقى ده اللي على الملعب النيجيلة يبقى ده صح صح بقى. يبقى كل ده. انت ممكن تعمله بس طبعا خد بالك. انت لازم تعرف الاماكن اللي فيها وزرينج وروجين ودي بوزيشن. عشان يعني عشان تبني في اماكن محددة. السؤال اللي احنا حلنا في الجيف ريزون. هيبدأ يتعد. هو انا ليه عايز اعرف مكان الويزر والايروجين والدي بوزيشن. عشان ما بنيش قصاد النهر. ينفع جماعة تمشي. ابني قصاد نهر. اكيد النهر حيجي فيه من الايام يعملك البيت بتاعك. يشيله. فانت بتبني بعيد عن النهر. نومبر تو. بيبل مست نوت بيلد هاوس ان هيل. يعني ما تبنيش على مكان حيتعرض انه يتكسر. بيبل نوت مست تو بيلد هاوس ان فيري كلوس تو ريفر زي ما قلنا ما تبنهوش جنب نهر عشان ما يتكسرش. حل يا جماعة معنا لو سمحت. يلا يا شباب. we can't see any change in our environment after raining. ما بنشوفش اي تغيير بعد ما قدني يا بتاشت يا عبدالله. false. عارف ليه? عشان محمد جاء النهاردة. كنت قاعد لوحدك وتبقى قاعد مؤدع. نومبر تو. فضل يا هندي. in nature only withering takes place but small landscape the position and the erosion habit. false. اتا التلاتة بيحصلوا. هما اللي بيغيروا جماعة شكل البيئة? حاجة صعبة? بزمتك ده التاني ده في صعوبة? افتح كده معي الملزمة. طب يفتح كده يا جماعة لو سمحت معنا. اول حاجة يا شباب listen to. صح صح معناك ده بعد اذنك. changing landscape. طيب. الدرس ده كله من اول و الاخره حيبقى ايه? ارايا لان انت عارف يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? كله قراية. طب انت يا مستر حذكر ايه في البيت? تبقى فاهم ان تكسير الرك في الملعب ده واذرينج. المية لما تمشي على الارض ايه? وجود على الاندسكيب يبقى ده دي بوزيشن. وعندك الاكزامبلز اهو. جايب لك الصورة حصل فيها ايه? وفي الطبيعة ايه اللي فيها? والايروجن نفس الكلام والادي بوزيشن نفس الكلام. اما ليه مستر ايه اللي حيتذا النوت دي? النوت ده هيت يا جماعة. حطت عليها save لو سمحت. اللي هو ان انت تبني بعيد. ابني بعيد عن ايه مستر? ابني بعيد عن اي مكان في ريفر عشان ما يكسرنيش. يبقى listen to كله هو النوت. طب الكانيون فورميشن. بص كده حضرتك. الكانيون فورميشن قدين. ايه هو? اول حاجة. ايه اللي بيحصل يا شباب? الجرافتي بتشد المية عشان تمشي. الووتر لما تبدأ تمشي تبدأ تتجمع تبقى الريفر. الريفر لما يبدأ يمشي يبدأ يأكل من الرك ويعمل كيرف ايت اوت. يعني كيرف ايت اوت ايه جماعة? يبدأ يعمل ممر في النص. اها. الكلمات معنا هزون الدرس التاني مفوش اي صعوبة. مفوش اي مذاكرة. ايه? اه ها. اه طيب الهومورك جماعة. هو كامل كامبرت. دل صفحتين خمسة ايه. تعال حلي اللي تشوز مع بعض حتى. يلا شباب. اللي يعرف يحل يعمل ريس هاند. الرين ووتر جزر in small stream due to. يعني الرين ووتر بتتجمع لتحت. بسبب. فضل يا مازن. بي. البولينج فورس اوف جرافتي. نوت. كان ايرود الفالي. اند فور مكانيون اكروز زم. مين اللي بتقدر تخش. في الرك. وتقدر تعملك اشكال. هيا جمال. لا حول ولا قوت. ايه بالله يا. الكانيون بيحصل بسبب ايه يا هايا. الريفر يا توت المية والله. هي الوحيدة المية اللي فيه. معادة. شكل الفالي جماعة بيعتمد على كل ده معادة. مستر. هي وان ودوك اللي ايه. اول واحدة. بولينج فورس اوف جرافتي. والتانية ريفر. الطيب اوف روك. السايز اوف روك. السايز اوف ريفر. السبيد اوف ريفر. تفضل. طيب اوف روك. نوع الروك. لكن حجمها. وسرعة النهر. وحجم النهر بيأثر في الفالي. وين زا ووتر اوف زا ريفر. ترافل داون هيل. وين ستيب سلوب. زا سبيد. يعني المية وهي نازلة. فكر كده. مية وهي نازلة. زي الترمي الاولاني. حركتها ايه اللي هيحصل لها رؤية. انكريز. امانج زا اجزامبل اوف فاست تشينج. مين من فضولة جماعة فاست تشينج. دور على حاجة بتتكون بسرعة. محمد. مات سلايت. الطينة. الطينة بتتكون بسرعة. بتختفي بسرعة. لكن جبل كانيون فالي بياخد ايه ميليون سوف ييز. ريفر زا تفلو فاست كان كوز مور. الليفر. اللي بيتحرك بسرعة. يعمل ايه جماعة؟ معاذ؟ اروجن. يعمل نقل اسرع. امونج زا افددنس. اف بجينج. اف فرموشن. اف سمول كانيون. بيز افكت. اف ذا. رانيج. ووتر. حد فاكر. لما يتكون سمول كانيون. اللي كان بينبط في النحيتين. ده في الدرس اللي فات. لين ده؟ بي. اخر السؤال ويبقى صفحة واحدة بس هومورك. لو بجروك يا جماعة. بروكن اوف. من شطور. صخرة كبيرة تكسرت. يبقى ده؟ ويدرينج اند؟ ويدرينج بروسس اونلي. ويدرينج بروسس اونلي. ويدرينج بروسس اونلي.